أما في عدن فأفاد مرسلنا بمقتل ضابطين يمنيين في حادثين منفصلين برصاص مسلحين مجهولين وفتح مسلحون النار على الرائد في جهاز مخابرات الأمن القومي معاد علي أمام منزله في حي إنماء ما أدى إلى مقتله على الفور وفي حادث منفصل لقي النقيب عبدالواحد أحمد حتفه بعد أن أطلق مسلحون النار عليه أمام منزله في حي المنصورة